عاجل ورسميا ازالة كل المباني المخلفة في القاهرة المنشأة بعد هذا التاريخ استمرت دكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة النهاردة في جولاته اليومية لمتابعة ازالة المباني المخلفة في العاصمة قام بجولة تفقدية النهاردة وشف نفسه ازالة دورين مخالفين في العقار رقم 11 بشارع محمد توفيق دياب في حي شرق مدينة نصر صابر قال ان الاجهزة التنفيذية في المحافظة هتشيل كل المباني المخلفة خصوصا اللي اتبنت بعد قانون التصالح الجديد قانون ده بيمنع التصالح على المخالفات اللي اتعملت بعد 17 ديسمبر 2023 جوه الاحوزة العمرانية وبعد 15 اكتوبر 2023 برى الاحوزة العمرانية كمان محافظة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص عشان الناس متعرضش نفسها للمسألة القانونية اكد الدكتور ابراهيم ان المحافظة هتاخد كل الاجراءات اللازمة لفرد سيادة القانون وضح ان فيه تنصيق على مدار اليوم مع كل الاجهزة المعنية للرصد اي مخالفات بناء والتعامل معها بحزم وشدة وازالتها فورا هو كمان دعى المواطنين انهم ما يتعاملوش مع اي عقار مخالف من غير ما يرجعوا للاحياء عشان يتأكدوا من التراخيص الخاصة بهذا العقار اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار اتمنى اكون خفيفة على حضراتكم متألتش عليكم ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته